عايز أسألك أيضاً في أنت عندك يعني ربما حتى كمان ده ينعكس عليك في بعض الأفضل عندك موقف من الربيع العربي يعني لقيت لك تصرحات أن شايف أنها ليست ثورة ولكنها كانت نكسة يعني ليه شايف تدعياتها؟ إيه ده؟ عندك موقف من ثورات الربيع العربي أنا قريت لك بعض التصريحات يعني بتنتقد ما حداً أنا بص من أول 25 يناير إلى هذه اللحظة لا قلت تصريح ولا تكلمت في حاجة فممكن يبقى لو مش فيديو ما يبقاش على محمل الجد يعني يعني لكن يعني مقدرش أقيم حاجة أنا نفسي مش لمسها يعني اللي أنا لمسه اللي حصل في مصر لكن اللي حصل في سوريا واللي حصل في ليبيا واللي حصل قبليهم في العراق واللي حصل في العالم العربي في خلال الفترة اللي فاتت السبع سنين أو الثمان سنين اللي فاتوا إيه اللي حصل تحديداً؟ يا رب أولادنا يفهموه يعني يعني إحنا نفسنا دايماً في دول كتير بعد 25 سنة بيحصل الحقيق بتطلع للناس إحنا عندنا حاجات بقى لها خمسين سنة وحاجات دخلة فوق السبعين سنة بغاية النهار دا احنا مش عارفين الناس بتعيد فقريه من الزب ودي من وجهة نظر مين المؤيد ودي من وجهة نظر المعارض ما ناخدش الأمور نفسها مسلم بيها ونقول دا والله كان وقت سبعة وستين كان إيه اللي حصل أو وقت اتنين وخمسين كان إيه اللي حصل بغاية النهار دا الحقيق اللي حصلت في كل دا احنا ما بنعرفهاش لكن بناخد وجهات نظر المؤرخين اللي كانوا موجودين وقتها إذا كانوا صحفيين أو إذا كانوا ناس وظفتهم التأريخ يعني النهار دا ما قدرش أنا بقى أبقى مؤرخ لكن أقدر أقول علنا كنت لمسه يمكن من فترة طويلة كنت كتبت قعدت فترة أكتب مقالات منهم مقالات من وجهة نظري لما كنت طفل في أحداث يعني مثلا حرب تلاتة وستة سبعين أنا كتبت عنها من وجهة نظري كطفل عاش الفترة دي اه اشتاو عندك عشر سنين بالضبط وأنا عندي عشر سنين عشت الفترة دي فقلت وجهة نظري فيها من وجهة نظر طفل مش من وجهة نظر واحد بيقيم عسكريا أو بيقيم الحرب عاملة ازاي فأنا النهار دا حتى لو أنا بقرخ حاجة أنا ممكن أقرخ لك إيه اللي حصل في 25 يناير تحديدا من وجهة نظري في الشارع اللي أنا كنت عايش فيه في اللجان اللي كانت وقفة مش عارف ازاي لكن ما أقدرش أقرخ الحكاية نفسها بالسلبة أو بالإجاب وخاصة أن أنا مش عارف كل تفاصيلها تفاصيل مين اللي بيتناولها هتلاقي حضرتك في برامجك من وقت 2011 بتتناولها لو خدت أمرك خدت كلامك أمر مسلم به فأنا متبني وجهة نظرك أو متبني وجهة نظر حد في مكان تاني أو متبني وجهة نظري باللي أنا عشته في هذه المرحلة لكن ما أعتقدش أن أنا أقدر أقيم عملية كاملة للربيع العربية يعني كل الدول اللي مر بيها الصوارات ما أقدرش أقيمها طيب خلينا نرجع تاني للنجوم مصرح مصر هايبقى فيه نجوم جدد وتتوقع أنه مصرح مصر يظل دائما معملا ومصنعا لتفريخ وصناعة النجوم نجوم جدد ما أعتقدش حاليا لأن فيها صعوبة لو أي حد دخل في وسط المجموعة اللي عملوا 92 مصرحية دول من وجهة نظري هاي تفرم خلاص بقوا محافظين بعض بالعينين العلاقة اللي بيني وبينهم أو بينهم وبين بعضهم وصلة للجمهور اللي بيحضر وما شافش الانتقادات لكن بيحضر العلاقة اللي بيني وبينهم مين يتجوز فما بيشوفوه ويلقوا مراته معاه على المصرح بيتحكوا أما بيجي يقول ما أنا مش عايز أقول كلمة إيه عشان مراتي ما هو ده ما مفيش النص أساسا لكن العلاقة مفيش نص مكتوب لكن العلاقة بينهم بتسمح بتوصل بهذا الارتجال التلقاء بالزبط بالزبط لا وبعدين يعني وشك حلو عليهم كلهم كل أسبوعين تلاتة واحد بتجوز بالمساعدين بالإضاءة لكل الناس ما شاء الله يعني